موسيقى فيما يخص الخيارات هذا الخيار اللي هو التاب زيادة او زيادة المسافة وانقاص المسافة انا عندي مثلا نص اقول مثلا دورة الحاسوب ودورة البرمجة ومثلا دورة التنمية البشرية كمثال اقدر انه البرمجة هي جزء من الحاسوب البرمجة هي جزء من الحاسوب باعتبار انه برمجة المواقع او البرمجة الالكترونية هي جزء من دورات تعليم الحاسوب او جزء من مجال الحاسوب فيفضل أن أخليها تكون أزحفها مرحلة أو أزحفها مسافة إلى اليسار حتى تعني للقارئ أنه هذه هي جزء من المستوى الأعلى أو من النص بالأعلى طبعاً شون أزحفها؟ يأما أضغط على المفتاح تاب بالكيبورد أو طبعاً المفتاح تاب يكون جو حرف الذال المفتاح تاب عادة يكون جو حرف الذال أو أختار هذا الخيار اللي هو زيادة المسافة يشتغل لنفس شغله تاب كأنه أنا داي ستاب وأقدر طبعاً أنطي زيادة هذا الخيار اللي هو اللي على اليمين هذا يشتغل عكس يعني نقصان المسافة هنا أنا زيادة المسافة هنا أنا نقصان المسافة وبنفس الترتيب البرمجة ممكن أقول أنه برمجة مواقع أو برمجة مواقع نجي نقول أنه دورة الحاسوب هي جزء أمنيا جزء من دورة الحاسوب وبرمجة مواقع هي جزء أمنيا جزء من دورة البرمجة فيفضل أنه ننطهن تسلسل حتى يعرف القارئ أنه هذه جزء من هذه وهذه جزء من هذه ناخذ مثال نقول العراق بغداد المنصور مثلا أوكي أجي أحدد هذن الثلاثة ثلاث نصوص وأكبرهم شوية حتى يكونوا نوابحات ممكن أكبر الشاشة شوية هل أنه بغداد العراق جزء من بغداد لا أكيد بغداد جزء من العراق فيفضل ما تكون بغداد نفس مستوى العراق لأن هي جزء أزحفها مرتبة من خلال هذا الخيار هل أنه المنصور هي نفس مستوى بغداد أكيد هي جزء من عدها فأزحفها مرحلتين لأن إذا زحفتها مرحلة واحدة راح تكون بمستوى بغداد وأجي أعرف أنه المنصور هي جزء من بغداد وبغداد جزء من العراق وهكذا هذا الخيارين يعمل عمل الخيار هذا الخيار يعمل عمل وهذا الخيار يعمل عمل وإن شاء الله راح نشرح الباق سبيس ودليت وشن الفرق بعناتهم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى